موسيقى هذه الدواء العلمية في شكل أكوراح التي تأتي في السياقي لاهتمامات مجلس الوطن حق الإنسان بتعزيزي الوعي بأهمية الحق في المدينة كحق من حق الإنسان وجل يجزء من العدالة الاجتماعية والمجالية وبمناسبة هي الندوة الثانية التي ينظمها المجلس الندوة الأولى كانت في يوليوز من السنة الماضية طبعا الحق في المدينة ومدينة الحقوق هي من الاهتمامات البارزة التي اشتغل عليها المجلس الوطن حق الإنسان وحتى في تقريره السنوي الأخير لقد خرج ولح على العديد من التوصيات التي نعتبرها أساسية بنسبة للسياسات العمومية التي تتكفل بقضايا التأمير والعمران والسكان وكل ذلك والهدف منه هو أن الحق في المدينة يجب أن يكون جسله الزائم من جميع الحقوق التي تدعم المواطنة الكاملة والحق في الكرامة وبالتالي هناك إشكال حقيقي ضمن هذه الحقوق المتعلقة بالحق المدينة هي المشاكل المرتبطة بالمدن الناشئة المدن الناشئة هي مدن حادثة العهد لم يكن لها تاريخ مثل المدن الإمبريالية أو المدن الاقتصادية الكبرى إلى غير ذلك فبالتالي لاحظنا أن هذه المدن الناشئة التي تقام في مجملها على هامش مدن المركز أو المدن التاريخية أو المدن الكبرى فبالتالي أنها تعاني من الخصص ونعتبر أن ربما هذه الدواء ستساهم بمخرجتها وتساهم باقتراحتها في تأزيز هذا الحق ولتكون هذه المدن الناشئة هي كذلك مثل المدن الكبرى التي تنعم بكل الحقوق وتكون حاضنة لساكنتها لشبابها لنسائها كذلك إلى غير ذلك اليوم المجلس يأخذ على عاتقه تنظيم يوم ديراسي حول قضايا الحق في المدينة أو مدينة الحق بسفة عامة وبالخصوص الظاهرة التي نعرفها اليوم بالمدن الناشئة أو المدن الموازية حيث نقوله الحق في المدينة فنحن نتكلمه على حق يو مركز وتتركب فيه جميع الحقوق الحق في المدينة هو الحق في الصحة الحق في السكن اللائق الحق في الحياة الجماعية الحق في الحياة الديمقراطية الحق في عدم تمييز بين المواطني أو ساكنة هذه المدينة فبالتالي هذا موضوع تشكل بالنسبة للمجلس البطالي الحقوق الإنسان أولوياء ورهان أساسي والغاية منه استناداً للآراء الخبراء والدارسين والباحثين في المجال لما فيهم أيضاً الفعائلين الحقوقيين أن نوصل مجموعة من التوصيات لأصحاب القرار السياسي المشتغلين على هذه الفضاءات البشرية التي هي المدن ترجمة نانسي قنقر